هو ده الفصفور على أصوله وقبل ما نبدأ الحكاية حلفتكم جميعا بغلاوة رسول الله لتحطوا البصمة بلايك وتصلوا على رسول الله في تعليق النهاردة هعمل صبيت ماشوي بطريقة حلوة أوى على الجريلة أو فطاصة فال في البيت عند حضراتكم نقطع الصبيت صوابع الأول وبعد ما شفتوا التقطيع والجريلة كانت سخنة هنزلنا الصبيت على الجريلة مباشرة الناس اللي ما عندهاش جريلة بالشكل ده هتعمل أي طاصة فال موجودة عند حضرتك أو حضرتك في البيت على المتجاز على نار حلوة ونتهن الطاصة زيت وبعد ما تسخن بننزل السبيا والروش شوية زيت زي ما حضراتكم شايفين كده يبقى الطاصة التفال بديل الايه الجريلة اللي موجودة دي أهم حاجة بقى احنا لما نجيب السبيا جماعة بنجيبها متقطعة جاهزة من عند السماك اللي بنجيب من عنده طب لو جبناها في البيت وعايزين نقطعها شيلوا الراس وقطعوها بالايه بالطول احنا بنعمل حاجة حلوة قوي وجبة مكونة من جنبري وسبية وفليه مغزية ومفيدة جدا أهم حاجة طريقة العمل إزاي لما بنحط السبيا على الجريلة ما بنتبلهاش الأول يعني بعد ما نقطعها ونغسلها بنحطها على الجريلة ونشوح فيها حتى تاخد اللون لحمر يعني قربت تستوي معانا أما الجنبري لازم نتبله من ظهره الأول ونبدأ بقى نحطه على الجريلة وبعد كده الخلطة والصوص بتاعه يطلع معانا بالشكل ده كده طبعا لما السبيا خادت لون معايا أنا نزلت عليها بالخلطة اللي موجودة وشوحت كله مع بعضه لما الخلطة اندمجت مع السبيا على الجريلة طلعتها يا جماعة بس قبل ما طلعها رشة ملح وكمون وفلفل أصمر وكسبرة كده وعصرت كام لمونة وشوحت وطلعت معايا بالشكل الرائع ده الخلطة اللي موجودة عندكم فلفل الألوان، فلفل أغضر، بصل، طماطم، جزر مبشور، شوية كرافس خضرة، شبط وبقدونس وكسبرة وزي ما قلت لحضراتكم لما تستوي بهروها هي والخلطة كله مع بعضه كده البهارات والملح واللمون حتطلع حلوة قوي أنا عملت السبيا أهي قدام حضراتكم وحطتها في جنبه ده الجنبري استوى كله مع بعضه وطبعا الفليه استوى تعالوا مع بعض أقول لحضراتكم على حاجة حلوة أوه هتعجبكم دي الوجبة هي سبيا وفليه وجنبري وشوية الخضرة محطوطين وخادة اللمون بتاعها وبهاراته حلوة أوه زي الفل طيب في ناس بقى عايزة شوية صوس يتحطوا على السبيا هقول لحضرتك هات معلقتين كاتشاب ومعلقتين صلصة وشوية زبدة على البوتاجاز كده وحمر راستهم كده مفرومة حلوة تاخد اللون ايه لاحمر في الزبدة ونقوم نزلين عليها بالكاتشاب والصلصة مع بعض وننزل بمجي لمون أو بولة عصير لمون ويندمج الصوس مع بعضه نحط الخضرة اللي موجودة اما كصبرة بس او شبت وبقدونس وكصبرة التلاتة مع بعض او اي نوع من التلاتة تمام ونبدأ نقلب كويس وانما اللحة تملاحة كويسة مع سنة فلفل وكمون برضو وشوية كصبرة وهو ده الصوس اللي ممكن حضراتكم تسقوا به السبياوية على الجريلة او في الطاصة اتفال لو مش عايزين الصوس يبقى الخلطة مع الطماطم والفلفل كله هيعمل صوس في السبيا ويطلع طعمها روعة بس في الاخر بنعصر لمون ليه مش بنتبل السبيا في الاول عشان ما تسودش مننا على الجريلة او في الطاصة يا جماعة التوابل بتبقى في الاخر بعد السبيا ما ايه ما بتحمر معانا بننزل بالخلطة وبعد كده بنبهر ونتبل ونسقيها الصوس اللي موجود يارب يكون كلامي مفهوم والفيديو سريع وحلو ومشوق وفيه فايدة ليكم والغيركم لو عايزين غيركم يستفيد طبعا ما تبخلوش علينا بلايك اضاروا جهدنا وحطونا لايك كده وشاركوا الفيديو للناس وانا منتظر تعليقاتكم واراءكم ان شاء الله ولو جربتوها ايه قلونا ايه رأيكم هشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته